أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًا إِنْ هُوَ إِلَّا بِكْرًا لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم أيها الكرام مع آية ونبي دروس وعبر نبينا الذي سنعيش معه في هذا اللقاء هو زكريا عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم والخلة التي سنذكرها مقرونة بهذا النبي من أنبياء الله تعالى هي خلة المسارعة في الخيرات اسمع إلى الحق تبارك وعز وجل في سورة الأنبياء وهو يقول وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين هذا النبي العظيم من أنبياء الله تبارك وعز وجل يذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه كان ممن يسارع في الخيرات أي خيرات إنها القربات والطاعات التي تقرب العبد من رب الأرض والسماوات إنها كل خصلة من خصال الخير التي أمر بها الله تبارك وعز وجل فلقد كان أنبياء الله ورسله وكذلك المقتدون به من الصالحين من عباده كانوا جميعاً يسارعون ليست المسألة مسألة خطاً متأنية أو تقرب إلى الله عز وجل بهوان لا إنها المسارعة إنها المسابقة التي يريدها الله تبارك وتعالى فيضرب هذا المؤمن في كل باب من أبواب الخير بسهم ولهذا تجد أن الله تبارك وعز وجل في كتابه الكريم أمر أمراً صريحاً معاشر المؤمنين هو الأمر الذي كان في كل زمان لكل نبي وكل رسول فيقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لاحظ الله عز وجل لما أمر بالمسارعة بيّن هنا فوراً ثمرتها وهي المغفرة والجنة فهذا المسارع إلى الخيرات سينال من الله تبارك وتعالى مغفرة ستراً لذنوبه التي قد وقع فيها ثم إن سترى الله عز وجل على ذنبك محاه ثم كان مصيرك إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أكد الله تبارك وعز وجل ذلك فقال تبارك وعز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله هناك سارعوا وهنا سابقوا فشمروا عباد الله عن كل خير فالانطلاق إلى هذه الخيرات من عظيم المكرمات ولهذا تراه عليه الصلاة والسلام ما عاش في باب من أبواب الخير إلا انقلب إلى غيره لأمر الله به إذ قال تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب إذا فرغت من عمل من أعمال البر والخير والإحسان فارغب في عمل آخر وانطلق إليه هكذا ربك ذلك عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام فكنت تراهم كالنحل الذي يقع على كل زهرة من زهرات الخير ويعيش في كل بستان من بساتين البر فترى الواحد منهم يتنقل في الخيرات ويعيش في القربات يرجو في كل ذلك رضا رب الأرض والسماوات فشمروا عباد الله شرم شمروا عن هذا العمل وانطلقوا فيه لتعيشوا كما عاش أولئك الأنبياء والمرسلين لتكونوا في ضمن تلك الكوكبة وتلك السلسلة الرائعة الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا منهم وإلى لقاء آخر إن شاء الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا بكرى للعالمين ترجمة نانسي قنقر